موسيقى مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين متابعي لعب 12 والشرقية موعدنا بالتأكيد يتجدد دائما بهالتوقيت ومحور رياضي مهم نبدأ بعض البريك القصير أتمنى تظلوني موسيقى بعد ما انتهت مهمة الأولمبي والحمد لله بنجاح والفريق وصل إلى البرازيل وتحقق واحد من الأهداف الكروية العراقية الكبيرة بقى الهدف الثاني وهو من الأهداف المصيرية والمهمة جدا والحاسمة لكرة القدم العراقية وهو استحقاق المنتخب الوطني الأول لمباراتين تايلاند وفيتنام الشهر الجاي وبالتأكيد للتحضير لهذه المباراتين تحضير مهم جدا ويجب أن يتم بالطريقة اللي يتمناها الجهاز الفني ويتمناها كل من إلى صلة بعمل اتحاد كرة القدم وبالمنتخب الوطني لكن يجب أن نوفر أولا أرضية مهمة لللاعبين للإداريين للجهاز الفني من مدربين على مختلف مسمياتهم حتى نصل إلى هذا الهدف أولا أول الأمور المهمة يجب استغلال ما حدث في نهايات آسيا الأولمبية والمنتخب الأولمبي وترك هذا الحدث لكي يؤثر تأثير إيجابي على مسيرة المنتخب الوطني أولا خلونا نشوف شون نتابع وضعية المنتخب الأولمبي وكيف نعمل على أن نضع من هذا الإنجاز بداية حقيقية لطريق إعداد مثالي يكمل إعداد المنتخب الوطني ويصل به إلى إنجاز التأهل إن شاء الله في الخطوة الأولى إلى النهايات الآسيوية هذا التقرير أولا وبعدها نبدأ مع ضيفنا الكريمة بحلقة اليوم الإنجاز المهم والكبير الذي حققه ليوث الرافدين في نهايات آسيا الأولمبية والتي اختتمت مؤخرا في الدوحة أفرزت مجموعة من اللاعبين الواعدين والذين ينتظرهم مستقبل زاهر إضافة إلى عودة العراق إلى الساحة الأولمبية بعد غياب طويل منذ أولمبيات أثناء عام 2004 كيف يمكن أن يستفيد الملاك الفني للمنتخب الوطني الأول من هذا الانتصار الذي تحقق وهل سنشاهد وعطاء الفرصة للبدلاء على مستوى خط الهجوم كمهند عبد الرحيم وأيمن حسين وذلك بعد تألقهما مع المنتخب الأولمبي الأفراز الإيجابي والذي قام به أعضاء الأولمبي هل يمكن ليحيى علوان أن يجيره لصالحه وهو الذي قاد ذات الفريق في التصفيات وتمكن من التأهل به إلى تلك النهائيات الأسيوية والتي كان لها مردودات جيدة وهو ذات الحال بالنسبة للدور العراقي والذي يتساءل البعض على اللاعبين كثر أخذوا يقدمون مستويات مميزة مع فرقهم فهل يمكن أن نشاهد استدعاءات جديدة أو تغييرات على مستوى التشكيل الإجابة ننتظرها من المدير الفني ليتحدث عنها وبكل صراحة من بغداد لللاعب 12 زيد السراج إذن خلونا عنه وأصدقائي الرحب بضيفنا القدير بحلقة اليوم من اللاعب 12 وبالشرقية الكابتن يحي علوان المدير الفني للمنتخب الوطني العراقي كابتن بداية مرحبا بك سعي جدا شرفتنا ونورتنا بالشرقية وباللاعب 12 يعني أهنيك أنت أيضا بإنجاز المنتخب الأولمبي أنت المدرب اللي قاد الفريق إلى هذه النهائيات وشريك بهذا الإنجاز فمبارك عليك وعلينا كابتن تأهل الأولمبي للبرازي شكرا جزيلا بارك الله بك إن شاء الله نتمنى للمنتخب الوطني أن يحذو الأولمبي بالوصول إن شاء الله إلى نهايات روسيا طيب كابتن الآن المنتخب الأولمبي تأهل إلى البرازيل وبالتأكيد يعني تقارب الأعمار ووجود لاعبين من الوطني بالأولمبي كل هذا بالتأكيد رح يترك أثر على المنتخب الوطني الأمور الإيجابية اللي في مخيلتك أنت اللي ممكن تأثر بشكل إيجابي على المنتخب الوطني مما حصل مع المنتخب الأولمبي طبعا الحقيقة هو هذا العامل انتصار عامل مهم جدا نعم عامل تحفيزي وداعم للمنتخب الوطني بالاستمرار ويحفز اللاعبين ويزيد مساحة جانب التنافسي نعم بين اللاعبين الحصول على مركز لعب في المنتخب الوطني ومثل ما تفضلت حضرتك أنه أكون مجموعة من اللاعبين المنتخب الوطني هم موجودين بالأولمبي نعم وإحنا يعني أكون هناك نية لدعوة لاعبين لم يكون موجودين ضمن المنتخب الوطني في السابق رح يشكلون أيضا فد يعني عمل دؤوب مع أخوانهم الباقين اللاعبين في التدريب وخلال المنافسة وطبعا الفوز المنتخب بالتحافز التنافسي والتحافز وقوة للفريق العراقي كما حصل في 2006 سياد الدوحة وبعدين فاز الفريق العراقي في 2007 بطولة أمم آسيا لأنه يعني انضموا مجموعة من اللاعبين المنتخب الولمبي في 2006 للمنتخب الوطني الأول وشكلوا وفد يعني فد مجموعة تنافسية عالية استطاعت أن تحرج بطولة أمم آسيا زين كابتن يعني أنت كمدير فني للمنتخب الأول أكو كلام عن مسألة المزج بين لاعبي الأولمبي ولاعبي الوطني البعض ينادي بالفصل بين المنتخبين الطرف الثاني يقول لا لازم نمزج أنت مع من مع أي الاتجاهين تذهب كابتن أنا مع الموهبة الموهبة العالية لعدها القدرة نتمثل المنتخب الوطني هذا يعني يجب أن تأخذ طريقه نعم هو أن توصل اللاعبين الهدف الأسمى نعم والأول هو أن توصل اللاعبين عندهم قدرات ومواهب عالية للمنتخب الوطني لأن المنتخب الوطني يمثل القوة الحقيقية لمستوى الدول يعني من تريد تعرف مستوى دولة بالكرة القدم تنظر إلى المنتخب الوطني فهذا يعني إذا هناك فرصة للاعب يجب أنه تستغل هذه الفرصة حتى يستطيع أن يكمل ويستمر للمستقبل فهي الموهبة تفرض نفسه يعني أنا أقول إذا يلعب بالوطني إذا يلعب بالأولمبي نعم إذا هو العدة القدرة على أنه يكون بالمنتخب الوطني فهذا في الشيء بالعكس جميل جدا طيب كابتن يعني الإعلام لأيام الماضية داول أسواء مجد عطوان وعلى أمهاوي وحارس ورما زاخو يعني أنه حضرتك استدعيتهم للتشكيلة الوطنية هل هم ذول فقط اللي أقنعوك وهل فعلا أنت يعني حاطهم في بالك أنه يستدعون لمباراتين فيتنامو تايلاند نعم نحن قلنا أمجد عطوان وعلى أمهاوي رح يكونوا ضمن الدعوة الموجودين نعم للمنطخب الوطني لكن اللاعبين الباقين يعني بين خلال الدور العراقي مفتوحة لكل اللاعبين يعني لكن دولة تم اختيارهم لأنه برزوا ببطولة مهمة بطولة جيدة وستطاعوا أن يوصلون إلى مستوى عالي يهلهم ويكونون ضمن المنتخب الوطني ونحن نتمنى أنه يجتمرون بهذا المستوى وبهذا الاندفاع العالي يعني كابتن اللاعبين اللي أصلا كانوا موجودين بالوطني وراحوا لعبوا بالنهائيات هم موجودين في بالك وفي التشكيلة أضيف لهم أمجد عطوان وعلى أمهاوي وأيضا رح تراقب الباقين إلى أن حين موعد استدعاء التشكيل الوطني نعم هو هذا الموجود لحد الآن طيب كابتن يعني على المستوى البدني للفريق تشوف الفريق الآن مع الدوري ومع ضغط مباريات اللي حصلت للأولمبي وتوقفات الدوري ولاعبين المحترفين تشوف الفريق بفترة مثالية من ناحية البدنية قبل مباريات شهر ثلاثة طبعا هو الاستمرار وزيادة عدد المباريات تضطيق يعني جاهزية لللاعب بشكل كبير نعم يعني احنا نقول على اللاعب اللعب أكثر من خمسين إلى ستين مباراة بالسنة فكلما زادت المباراة كلما زاد عملة التنافس والجانب يعني هناك عناصر مهمة يعني قدرات حركية وقدرات بدينية لللاعب يجب أن نتمتع به هاي طبعا تتطور من خلال الإداء ومن خلال اللعب والجانب المعرفي أيضا كثرة المباريات هذا جانب ينعام الأساسي جدا بالنسبة لللاعب الكرة الجمعية رح تكون مؤهلة لللاعب أنه يقدم مع المنتخب الوطني مستوى عالي طيب كابتن أتمنى نظل ويانا بالتأكيد أصدقائي المحور الأهم والأبرز كون ضيفنا هو الكابتن يحيي علوان المدير الفني للمنتخب الوطني الأول هو المنتخب الوطني وبالتأكيد المنتخب الوطني ينتظر استحقاقين مهمة بشهر ثلاثة قبلها لدينا مباراة ودية مع سوريا كل هذه التفاصيل كلما يحيط بعملية اعداد المنتخب الوطني رح نتابعها بعد هذا التقرير أتمنى نظل ويانا ما بين سهولة الفرق وصعوبة الظروف التي مر بها أسود الرافدين يتطلع الجميع لخطف الفوز من تايلاند وفيتنام ولا بديل عن تحقيق الانتصارات إذا ما أراد منتخب العراق مواصلة مشواره في التصفيات المؤهلة لنهايات كأس العالم غوسيا 2018 فكيف يقدر مدرب المنتخب صعوبة الموقف الذي يمر به وهو بحاجة ملحة إلى تحقيق النقاط الست وهل تكفي مباراة سوريا الودية للوقوف على مستويات اللاعبين إذا ما علمنا أن المنتخب السوري من غرب القارة أيضا وتعتبر محطة أعداد جيدة قبيل استئناف التصفيات الرسمية وهل طالب الاتحاد وفقا لبرنامجه التدريبي بضرورة تواجد مباريات ودية على مستويات عالية تتلاءم مع مدارس جنوب شرق القارة والتي تمتاز بالمهارة واللعب السريع وما بين رأي هذا ووجهة نظر ذاك يبقى الجهاز الفني هو من يقرر ويعمل لكن الواقع أحيانا قد لا يمنحك كل شيء إن تتمنى من بغداد لللاعب 12 زيد السراج كابتن يحيى يعني أنت مقتنع أنت قابل بمسألة مباراة واحدة مع السورية تشوفها يعني ملبية لرغباتك أنت قبل الدخول بالمواجهتين أمام تايلند وفيتنا يعني يا سيدات قل لي تريد خمس مباراة أقول لك لكن هذا شيء مفروض على المنتخب الوطني العراقي ليش نعم لدينا عشر لاعبين محترفين خارج العراق وما ما يقدرون يجون إلا في الفي فا داي وبيوم المباراة قبل 72 ساعة لدينا المنتخب الأولمبيل كان مشارك بهذه البطولة نعم لهم يمثلون قسم المنتخب الوطني يعني لديك أي مجال للعمل الدور العراقي احتمال يتوقف يوم عشرة قبل العشرة ثلاثة نعم حتى يتفرغ المنتخب الوطني طي نحن عدنا الفترة من عشرة ثلاثة إلى يوم 24 بس هاي عدنا في فا داي يوم 21 في فا داي نعم يوم 21 يوم 21 ما يوافق نعم برنامج المنتخب العراق اللي لعبتنا يوم 24 ما تقدر تسوي مباراة يوم 21 طيب عرفتشلون إي هلت هنا يعني شون تسحب اللاعبين الموجودين حتى تدخل بالمباريات فالأمور الأمور بهذا الجانب هي محسومة وليس هي عملية اختيار هذا فالشيء مفروض زيان هو مفروض ينفرض عليك لان هو مفروض كابتن هو مفروض كابتن ما نقدر نلعب إلا لعبة وحدة لأنكم محترفين وكوفيفا داي لكن اختيار المنتخب السوري مع كل الاحترام إليه يرجعنا إلى مربع أنه إحنا أو كاتحاد كرة قدم يدور الشيء اللي هو يجي مو هو يروح يصحي يعني وين سوريا وين تاندوا فيتنا ستادي ذيان يعني رح أقول لك في الشيء نعم يعني تصدقني إحنا هي هاي اللي صارت مع سوريا لأنه أي فريق ما يلعبوا ياكر يريد يوم 21 بل في بادي لأن ذو لهم عدهم لاعبين وعدهم دوري طبعا الفرق الباقي اللي بالعالم موجودة يعني بغرب آسيا يكون دوري وعدهم لاعبين ويقول لك أنا ما أجيب لاعبين من الدوري إلا في بادي حتى ما يوقف الدوري يعني الدوري هناك يعدهم يعني بجانب يعني ما لقينا فريق يوم 21 كابتن ما لقينا فريق ويوم 21 يلعبوا يا أسلوب ومشابه لأسلوب تايلند وفيتنام لا 21 ما تفيدنا 21 لعبتنا يوم 24 يعني نقدر لازم قبل الأقل شي قبل أسبوع تتلعب لذلك احنا دفعنا مباراتنا يوم يوم 18 اللي كانت 17 دفعناها يوم 18 لأنه الفرق العراقية أيضا عندها مباراة بالدوري الاتحاد الاسوي يوم 16 يعني مثل ما دا أقول لك أنا فالشي مفروض عليك فالشي مفروض عليك هنا تبقى إبداعات المدرب في أنه يقدر يرتب أشياء يستفيد منها اللاعب خلال هذه الفترة المضغوطة والفترة اللي هي مجبور عليها المدرب لأنه تشوان ما تقدر تجي السيدات تقول لي سوي لعبة باشرة قل لك أسوي لعبة بس يوان اللاعبين نعم يعني ما تقدر تسوي أي مباراة طيب هيا هذا الشيء ولا فرق ولا فرق تجيك كابتن يعني ولا فرق تجيك ليش لأن الفرق أيضا مرتبطي بدوريات وعندها الفيفا داي واحد وعشرين نقول لك واحد وعشرين نلعبوا يا اكاني يعني لأن الواحد وعشرين ما قدر لعبوا يا اكاني يعني كابتن يعني مباراة مباراة سوريا سواء كانت يعني احنا مخيرين أو مسيرين بها هو هذا الحل اللي قدامنا وبالتالي أنت مقتنع مقتنع وقادر على التعاطي مع هذه المباراة توصلنا لجاهزية المباراة تالي يعني ما كوي عذر عافية بارك الله احنا احنا لا هو شيء مقضية ما كوي عذر ولو اكو متسع من الوقت يعني تروح سواء المباراة الوقف الدورة اربعين يوم المنتخب الأولمبي لعب في قبلها كان لعب في الامارات ورجع لعب في الأردن ورجع لعب في الامارات وراح لعب وان مجموعة من المباراة يالا طب البطولة هذا جانب استعداد يقدر نسوي لكن احنا ما نقدر نسوي هذا الجانب ولا هو الاتحاد راح يمنعك تسوي هذا الجانب لكن يقول لك وان اللاعبين اين اللاعبين المحترفين اللاعبين الأولمبي هم موجودين بالأولمبي يعني هذا الشيء هو هذا محسوم احنا لازم نشتغل على هاي الفترة الزمنية احنا اذا اريد للمستقبل احنا لازم هسا العمل ما اننا حتى يصير ايجابي هنا لازم يصير عندنا ابداعات بالدوري ابداعات بالدوري اللاعبين يقولون جهود كبير انت هو جهازك الفني كابتن متابعين كل مباريات الدوري كل اللاعبين هل هم تحت المراقبة يعني كل المباريات احنا متابعيها كل المباريات يعني مفيد الدوري بالنسبة اليك كمنتخب وطني غير بعض القناعات عندك استفادية من عندك كدوري كمستويات فنية هو الدوري الدوري انا اقول لك الدوري كان ضعيف نعم الدوري كان حتى الفترة الزمنية للعب اقل من الشوط ما يوصل 25 دقيقة فعلا لكن هسا هسا بدت شوية شوية الامور تأخذ جانب ايجابي نعم شوية تأخذ جانب ايجابي احنا ما عدنا غير هذا الحل هذا الحل هو الموجود يعني هذا سألنا اقول لك يعني مو احنا دريد يعني نقدم اعذار وهذا لا هذا لا ان يقدم عذر ولا الاتحاد يقدم عذر هذا شيء مفروض مفروض علينا احنا للمستقبل الكرة العراقية لان هذا الاولمبي ومنتخب الشباب غير شكل الاولمبي ومنتخب الشباب لاعبين مو محترفين بره تقدر تجيب ايجاب تقدر تهيئ الاجواء الداخلية اجواء الداخلية توفر لها توقف لها دوري كل الامور ماجهة لكن المنتخب الوطني ما تقدر ما تقدر تجيب مثلا احمد ابراهيم واتجيب مثلا شلو اللي صار شلو اللي صار بموضوعه كابتن شلو اللي صار بموضوعه المحترفين يعني المحترفين رح يلتحقون قبل مباراة سوريا ممكن اكو مخاطبات اكو شي صار مسألة ان شاء الله 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 يعني تقريبا هم بالنسبة الى الدوري الخليجي اعتقد يوم 12 اطلع 3 اعتقد ينتهي يوم 12 3 اكو فرصة للعبين اما الباقين فعدنا البيفا داي 21 احنا صح ما عدنا اللعبة ربما انه الفرق تتوقف هناك ربما يجون اللاعبين المحترفين من دولهم في اوروبا طيب كابتن يعني يوم امس اول امس كان اكو اصابة لي ياسر قاسم وايضا ضرغام تعور ويعني مجموعة من الاصابات معرفة اطلعتوا على اصاباتهم مدة الغياب رح تأثر على مشاركتهم مع المنتخب الوطني والله بالحقيقة احنا يعني هو ان شاء الله الطبيب هو اللي راح يتصل يخبرنا بهذا يعني لحد الان ما اتصلت اللي هو اعني لحد الان ما اتصلت لا يلموال لحد الان لا ما اتصلنا يعني ما عدكم ما عدكم خلفية على موضوعات اصابة ياسر قاسم ومدة الغيابة هو ضرغام احنا احنا اتشنا متابعين ايضا يعني علي عدنان ومتابعين اللاعبين الباقين الاخرين يعني متابعين اللاعبين الموجودين بالدور القطري الدور القليجي تابعهم طيب علي عدنان اعتقد هناك اصابات كبيرة يعني علي عدنان ضمن حساباتك خاصة انه ما دي شارك بشكل اساسي دائما مع ادونيز الايطالي نعم نعم هو طبعا اللاعب علي عدنان لاعب كبير ولاعب الاسمه بالمنتخب الوطني لكنه يعني لكل حادث الحديث احنا عندنا ثقة بيك اللاعب طيب جستن ميرام يعني اكسار خلاف معه ابعد بالمباراة الاخيرة وايضا تعرض الى اصابة جستن جستن ميرام جستن ميرام ماكو ماكو يا حبي استاذ ماكو خلاف يا جستن ميرام جستن لم يكن جاهز للمباراة المال تايوان الاخيرة وهس رح تستدعي هي جدعي اليومين لا هو مصاب هو مصاب سوى عملية احنا احنا ايضا متابعي قبل يومين اما تسهلت عليه احنا متابعي الامور ما لتشون توصل ان شاء الله يعني اذا يكون جاهز هو موجود يعني هو اجي من امريكا قبل مباراة تايوان اجي من امريكا نعم وفارق الوقت 13 ساعة واجي قبل يومين وما استطاع يعني يوصل الى جاهزية لانه فارق الوقت 13 ساعة يعني فارق بين هذه الدولة وهو اناقا كان فيه جو بارد يعني حد ثلج اينا واجه الى درجة يعني درجة حرارة عالية ونسبة الرطوبة كانت مية بالمية تايوان طيب يعني يعني جاهزية يعني جستن موجود في بالك ما مبعد ويعتمد الامر على جاهزيته من ناحية الاصابة بارك الله بك ولا لاعب احنا بعدين ولا لاعب احنا عال جاهزية يعني اللاعب اللي يكون جاهز وكان في تايلند جاهزية عالية لعب من البداية المباراة جستن يعني بالعكس طيب اللاعب هو لاعب ممتاز اللاعب جيدا الموضوع الاخر كابتن يعني اللي يجب ان يحسمه اليوم نتمنى انه يعني نسمع حضرتك به مسألة يعني خاصة على مستوى الفريق تشكيلاته ووضعيته يمكن عودت علي الرحيمة في المباراة الاخيرة اضافت نوع من الثقة نوع من الخبرة للفريق وبالتالي يعني علي الرحيمة اضاف للفريق وانت ايضا تحتاج الى اضافات اخرى على مستوى خطة دفاعي اللي كان بيعلمات استفاهمه هواية بالمبارايات السابقة نعم احنا نشوف يعني استاذ نعم نعم احنا حصلت عندنا مشكلة كبيرة بداية يعني التشكيل المنتخب الوطني نعم يعني احنا فقدنا يعني لاعبين هذه الشرطة اللي هم مثلون تسع لاعبين تكي نعم يعني لاعبين اساسيا بالمنتخب الوطني نعم احنا عوابناهم بلاعبين شباب ولاعبين صغار طيب صح في بعض الاحيانين باللعبات التجريبية يعني من ضمنها لعبة الليلة الاردن نعم يعني انت كنت حاضر موجودة. احنا لعبنا لاعبين شباب وهي. نعم. من ضمنهم اللاعب حمزة عدنان. نعم. اللي هسه هو يعني خدم المنتخب الأولى. احنا مرات نحسب حسابات للمستقبل. احنا نريد نعوض نعوض لاعبين مثلا من عندك لاعبين مثلا مراكز لعبة موجودة. مثلا دفاع اليمينة او دفاع اليسارة. ولاعبي خط الوسط. ولولا لاعبين بمباراة تجريبية قد يتعرضون إلى ضغوطات قوية. لكن هم بالمستقبل رح يملكون الخبراء. هاي اثرت على وضعية وجاهزية مراكز اللاعب بالنسبة للمنتخب الوطني. نعم. لان نجيب ان يكون هناك شجاعة من الكادر التدريبي حتى يدفع مجموعة من اللاعبين. وما يضع ينتظر عودة افلان مصاب وعودة لاعب حتى ياخذ موافقة ينزو يلعب ويان بالمنتخب الوطني او ميد الزو. احنا ميسون لازم هنا نصور رد فعل قوي استجابة قوية للمدرب في اعطاء فرص كبيرة لللاعبين. لذلك احنا يعني انا اقول لك بالمنتخب الاولمبي اكو اربع لاعبين. نعم. ما كانوا بالاولمبي يلعبوا بالمنتخب الوطني قبل الاولمبي. يعني مثلا ايمن عندك علي علي قاسم. علي قاسم. عندك مدافع اليمين صفا. وعندك مدافع اليسار. اربع لاعبين عندك ذول كانوا بالمنتخب الوطني. وجو لان اعمارهم الساعد رجعوا للمن. رجعوا للمنتخب الاولمبي. وفادوا المنتخب الاولمبي بهاي البطولة. اذا احنا استطعنا ان نحقق يعني استطعنا ان نحقق مراكز لعب جديدة للمنتخب العراقي. هذول اصبحت امكانيات ومقدراتهم موجودة بمستوى عالي. يقدر يمثل الاولمبي وقدر يمثل الوطني بالمستخب. طيب. هذا الشيء اللي احنا تاجين. لان احنا طبعا صارت عندنا صدمة بالمنتخب انه امتناع تسع لاعبين من نادي الشرطة. فعلا. هذا اثر على الفريق العراقي. على المنتخب العراقي. واثر على نادي الشرطة ايضا. طيب. انه انت من تحرم لاعب. الان. الامور طيبة مع الاندية. كابتن. الان الامور طيبة مع الاندية. راح تاخذون اللاعبين بمواعد. مع كل الاندية. بالعكس. بالعكس. يعني يعني الاسدعاءات الاندرحة تتم في وقتها كل الامور. ما متعودين على المشاكل. اخر دقيقة. نعم. حبيبي احنا عدنا كانت. استاذ فيان احنا عدنا. اه. يعني كانت عدنا هاي المرحلة هي مرحلة انتقالية. نعم. يعني اتوقع يعني اسميها مرحلة انتقالية لللاعبين. طيب. يعني انت يحسب بس اتشم مجموعة عندك مثلا من لاعبين كانوا موجودين بالمنتخب الوطني. هسا مم موجودين خلال هاي الفترة اللي هي اربعة شهر. نعم. اربعة شهر لاعبين يعني جوك لاعبين جدد المنتخب. يعني انت انت وستطاعوا لحد الان احنا ماشيين بالوضع. منتخب اولنبي وصل مرحلة ممتازة وصل. المنتخب الوطني ما خسر مباراة لحد الان. المنتخب الوطني مستمر. صح صار التعادل نتيجة ظروف. كابتن. ظروف يعني ظروف المباريات وليس قوة المباريات. ظروف المباريات صعبة. احنا واستطعنا انه المباريات اتخ this time. لحد الان احنا محافظين. اكيد. المباريات انتهت وراحت نتائجها ونحن الآن أمام ست نقاط هذولا ست نقاط هؤلاء نركز بيهم اللي فات فات وخلص يعني ما لنا علاقة بهذا الموضوع المباراة احنا المباراة اللي جاية هي الحاسمة استاذي فيان احنا نلعب ملعبنا هسه اكيد اكيد احنا نلعب ثلاث مباراة لعبنا واحدة وراءة اخرى في خارج ارض مي وهالفة شي صعوب ان اندنوسيا من انسحبت اندنوسيا العفو نعم يبدو انت الان امام مشكلة بس لو تسمح لي على هذا الموضوع بعد ان نرجع للعب خارج الارض يبدو انت الان امام مشكلة المشكلة هي على مستوى خط الهجوم وفرة المهاجمين ما بين من ينادي بابعاد يونس محمود ووضع خارج التشكيلة لفسح المجال امام الاخرين ومن ينادي بان يبقى يونس محمود كونه قائد بالفريق وعنصر خبرة وبين توفر مهاجمين كبار الان على مستوى الدوري على عبدالزهرة حمادي احمد هدافين دوري يقدمون مستويات كبيرة سواء على حمادي ايمن حسين والمستوى الطيب اللي قدمه بالنهائيات مهند عبدالرحيم يمكنه لانه مصاب طبعا يتمنى للسلامة ايضا والشفاء المهاجمين اللي اللي معروضين عليك من الخارج علي عقلة وغيرهم يعني هل انت تشوف نفسك بمأزق امام ضغوطات من يريد ان يبقى يونس محمود استاذ اللاعب الجاهج هو يفرض نفسه طيب اللاعب الجاهج يعني التصور احنا باللعبتنا امام تايوان الاخيرة نعم يعني يونس محمود فرض نفسه بالتدريب نعم صناع هدف سجل هدف بالمباراة اكيد اذا الاختيال كان صحيح اكيد وصحيح يعني هو يحتاج شوية الى لاعبين احنا عدنا لاعبين جيدين للمنتخب الوطني المهاجمين شباب لا احتاجون شو وقت يعني فترة يعني الى الشجاعة بس يعني يعني استدعاءات المهاجمين شجاعة بعد اكثر يعني 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 حمادي صاحب كبرة كبيرة وعلى عبدالزارة صاحب كبرة كبيرة لا حمادي ان شاء الله موجودين هدف لا صحيح حمادي ذي شو الفترة كان مموجود لانه مصاب نعم نعم كان مصاب والان والان انت موجود في مفكرتك ايضا على مستوى الجيل الجاي عبدالقادر طارق ايمن حسين مهند قلنا مصاب يعني يعني هذول رح ما اعرف اذا يكونون موجودين بالتشكيل او لا استاذان ايمن انا لعبت ضد 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 لبنان بالمنتخب الوطني اول مباراة الي اي بالمنتخب الوطني نعم في لبنان نفزنا على لبنان اثنين ثلاث اثنين نعم هو اخذ فرصته بالبداية ايمن وراح وياي للمرحلة الاولى تصفيات الولماء الولمبي الدافل البطولة يعني هذا اللاعب انا نطلع تدعم الكبير بان يكون ضمن المنتخب الوطني يعني من خلال متابعتك يونس موجود مع حمادي مع علاء هم هم التشكيلة الهجومية بيريك انه يونس الان بوضعه مع الطلبة مع المباريات اللي داي لعبها يعني استحق التواجد لا اما تنطل اللاعبين اما تنطل اللاعبين الشباب اينا يعني اللاعبين الشباب نطلهم الفرصة نكون راح اتغامر بيهم كابتن وانت امام مواجهتين لازم انفوز بيها استاد استاد مو قضية مغامرة يعني ميسي عمر 17 سنة هداف يعني الان غامر ميسي يعني العمر العمر ما يمثل الجاهزية الجاهزية والخبرة وقدرة اللاعب على العطاء هو اللي تحقق لك النتيجة هو اللي تحقق لك الهدف اللي تتريده مدى الجاهزة يعني مثلا اطلتك مثل قلت لك اكل لعبين شباب وكان يونس محمود نعم يعني ثبت يونس قبل المباراة مالتاوى انه جاهزية احسن من الباقين طيب فمن اختاريناه سجل هدف وصناع هدف يعني الاختيال كان صحي لو مجاهز يونس كان ملعب يونس نعم صدقني يعني اكو ماكو يعني ليصور انه يعني في الشيء مثلا ينفرض لا بالعكس هو اللاعب ده يفرض نفسه من خلال تواجده بالمنتخب الوطني واللاعب عنده خبرات في التعامل من الجانب المعرفي المعرفي الفكر نعم اللي هو تمحتاجه داخل الملعب هذا الشيء موجود عند يونس اكيد يعني بالتأكيد احنا خط الهجوم عليه كثير من الكلام وهذا يعني تعرف اخذ حيز كبير لكن ايضا كلام كثير عن انتقاد الاسلوب اللي لعب بيه الكابتن يحيي علوان بالمباراتين السابقة والاعتماد على الكرات الطويلة اعتماد على يونس محمود عمر يونس لا يسمح قدرات البدنية والامكانيات ما التهسم ومثل قبل ستة او سبع ثمان سنوات سابقة كل هذا الضغط رح يدفعك الى تغيير الاسلوب كابتن هو مو اسلوب هو جاهزية نعم احنا اتكلمنا عن هذا الوضع طيب اتكلمنا عن جاهزية اللاعبين جاهزية اللاعبين ما كانت توصل للستين بالمية نعم حتى يقدم لك ستين بالمية ما توصل ليش احنا قلنا فارق الوقت الفترة الزمنية للسفر نعم قبل هذا الجانب المناخي وجود درجات الحرارة العالية والرطوبة العالية ما توصل لك الاجهزية الا اذا رح تقبل عشرة ايام من المسابقة الا من المباراة حتى تستطيع ان تقمل التكيف حتى يتكيف جسم انظمة يعني يعني كابتن جسم الوظيفية كابتن بالمزاوجة بين الواجبات الفسلجية والواجبات الذهنية والواجبات الفنية بالنسبة للمنتخب الوطني رح نشهد في ضوء هذه التغييرات اللي حثت ما بين المباراة اللي خضناها الاخيرة والان مباراة القادمة رح نشوف اكو تغيير باسلوب لعب الكابتن يحيى عنوان بالمواجهتين امام تايلند وفيتنام وانا قلت لك ومو الاسلوب جاهزية اللاعب يعني ظهرت جاهزية اللاعب رح يطبقون الاسلوب بشكل اكتر وراح نشوفها بالمباراة ان شاء الله يعني يعني بما معناه اسلوبك يعتمد على جاهزية اللاعبين اذا جاهزيتهم كانت بوضع افضل ممكن تغيير اسلوب لعبك طبعا هو الاسلوب طبعا احنا من لعب باسلوب واحد نعم احنا بانقلال المباراة يتغير اكثر من اسلوب باللعب من اسلوب لعب لكنه اكون مشكلة العالم يعني احنا مثلا عندنا بالعراق يقول لك مثلا من تلعب مثلا اربعة اثنين ثلاثة واحد مجرد واحد لي قدام قال لك لعبوا بمهاجم واحد وهذا في الشي خطئ طبعا مو صحيح لان هذا هذا يسموه هذا يسموه شكل الفريق اكيد لان العالم كله يلعب بهذا الاسلوب العالم كله الاندي بأوروب منتخبات الوطنية عزها بس واحد لي قدام تلعمل مهاجم وناس وناس على اطراب هو مو مهاجم واحد هو مو مهاجم هذا الشكل الفريق طبعا حتى ينجح باسلوب التنظيم لكن يمكن يكون ثلاثة اربعة الى خمسة الى اكثر من اللاعبين عندهم اسلوب هجومي طيب حتى يمثلون العملية الهجومية كابتن احنا مجرد نتخلي الشكل مجرد نتخلي الشكل بس شافوا واحد لي قدامهم قالوا بس بمهاجم واحد بس هذا لي قول يعني عبالهم لا بالحقيقة هذا الشيء ما صحيح هذا الشكل الفريق يسموه وليس اسلوب الفريق شكل الفريق احنا ما شاء الله عدنا 30 مليون مدرب يعني مواحد واثنين يا حبيبي طيب وحنا نحير قال لك هذا يلحب مهاجم واحد يا مو مهاجم واحد طيب هذا الشكل شكل الفريق كابتن كابتن الآن الامور الفنية يعني تحدثنا عنها امور ثانية اكيد مرتبطة بالامور الفنية يعني مسألة الضبط والربط والنظام بالمنتخب الوطني التعامل مع الضغوطات الكثير قال لولي وسمعنا انه يحي علوان مجرد ما يقود الفريق الى التأهل ان شاء الله وتخلص المباراتين رح يترك الفريق لان بعد ما يقدر يتعاطى مع الاعلام وضغوطاته واعلام الشارع الرياضي كابتن باقي مع المنتخب ذات اهلنا ان شاء الله ان شاء الله يعني ما عندك تفكير انه تقود الفريق للتأهل وبعدها تعتذر عن المهمة وتقول انا سويت اللي علي وتترك باقي مع المنتخب انا مدرب بنفشل بنفشل عودين خليه اطلع خليه افشل لون مر لا لا ان شاء الله ما تفشل احنا ما نريد فشل يعني ايه ما هو هذا الشي يعني احنا شوف استاذ يذيان احني اكو شغلة قلتها ما القلول يسمعنا اينا يعني هذني عوامل شوية مؤثرة اكيد مؤثرة على اللاعب العراقي مؤثرة احنا نريد حقائق واحد قال والله الفريق الفريق يتي راحه يعني من التزمين كلهم يتي اينا من جوي اعلاميين وبدلوا الاعلاميين وجوي بدلوا رئيس الوفد تبدل يعني فترة للظروف مثلا انشغال مقارن يتعجبه وقال احنا يطلعون جماعة شباب وطلعون هذا واحنا ما على الاسف نصدق بهم احنا لازم ندفع شوف استاذ فيذيان نعم احنا نجاح المنتخب الاولمي بالدعم الاعلامي والجمهور للمنتخب اكيد طبعا هذا واحد من النجاحات هذا واحد من النجاح احنا لازم ندفع بهذا الاتجاه ندفع بالمدرب ندفع باللاعب ندفع بالجانب بعض الاعلام مع الاسف اللي يعني يتصيد نعم استاذ فيذيان احنا مثلا اكو اعلام اكو برامج اعلامية رياضية متميزة ومن مثل حضرتك التقدم الله يسلم والاخوان الباقين يعني استاذ محمد مثلا بالشرقية اكيد او بالبغدادية او بالعراقية الرياضية اللي به اكثر من برامج مميز عرفت شون هذول اذا يبدون يدفعون بالكرة العراقية من الجانب الاعلامي ويدفعون بالفريق وهذا كافي بالنسبة انه عرفت شون كافي لانه احنا من نسمع نسمع من الصدق الاعلامي العالي للذين يمثلون الاعلام الرياضي بالاضافة الى ما يكتبوا اعلام كبيرة مثلا خالد جاسم علي رياحي جليل العبودي صفاء العبد بن بر الفيصل صالح الموجودين هنا الشباب الموجودين حسن وغيرهم محمد مجموعة من الاخوان الموجودين سلمان وغيرهم من الاخوان العزاء اللي علينا وبالنسبة الى الصحفيين الشباب الاخرين اللي ظهروا على الساحة سمار يجيب اسمهم لانهم كلهم متميزين هذول يبدون بجانب الدفع الثقة للمنتخب الاولمبي العراقي يعني ويوجهون هذا الاتجاه صدقنا هاي واحد ما يقدر هذا هذا واجبنا هذا واجبنا غصبا وعلينا احنا كلنا بدأ من المتحدث وكل البرامج الوطنية الوطنية والتؤهل الاستاذ ايديان هذا هذا واجبنا يعني الكلام واللغط قبل يومين او ثلاثة قرية التصريح لسامر سعيد يقول انه سحب اللاعبين واستدعاهم للتشكيل يتم عن طريق الفيسبوك بالتأكيد الكلام يعني مردودة على سامر سعيد لكن هذا الشيء ما نتمنى يحدث بالمنتخب الوطني ما صحيح اكو شي بال الفيسبوك يعني شون يعني انا قل على الفيسبوك ده طلع التشكيل يعني شون يعقل الانسان دكتور يعني صار ل 25 سنة ادرب منتخبات ويتكلم هذا الموضوع لاعب انا انا جايبة ويعني ومخالة ومقدم للفرصة حتى يبرز كلاعب هو اوضا يعني مجموعة من اللاعبين الاخرين مفروض ما يتكلم هذا الكلام لانه يعرف يحي علوانزين طيب كابتن يعني تشوف الان انت بالتوقيت المناسب لاختيار واستدعاء اللاعبين اش وقت راح تعلن التشكيل للمباراتين يعني عشرة عشرة ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة ثلاثة تعلن التشكيل وتشوف انت بوقت مناسب نعم بوقت مناسب لتنفيذ افكارك لمواجهتي تايلاند وفيتنام نعم نعم ان شاء الله طيب كابتن وان شاء الله راح نشوف الفريق نشوف كرة القدم ونشوف سود الرافدين الابطال اللي راح يحققون الهدف وينتقلون المرحلة الثانية وايضا يحققون الهدف لان الظروف بالبداية كانت موئة ظروف يعني مثل ما تكلمت عليها بالبداية ما كانت بدافع المنتقب يعني عدد ظروف المبارايات المقبلة اللي ممكن تواجه اي فريق بالعالم ريدنا نطمم من عندك كابتن انه كل امورنا طيبة اللاعبين التعاون بين الاتحاد وكل الجهات الاعلامية من وزارة من اولمبيا اللي لازم تدخل بهذا الموضوع كل الامور مهيئة هو تعاون مهم تعاون تعاون يعني في صناعة اللاعبين او صناعة القرار او او الدعم الاعلامي هذا كلش مهم جدا جدا لانه هي منظومة هي منظومة المنظومة يجب ان تتحت هذه المنظومة مع بعضها اذا كانت فنية ادارية جماهير رياضية عراقية انا بالحقيقة اشوف مرات من اروح اشوف بالملاعب المباراة اشوف التفاف كبير من الجمهور العراق حول المنتخب الوطني طبعا اكيد يحي علوان المدير الفني للمنتخب الوطني العراقي على تشريفك انا بحلقة اليوم وبالتأكيد يعني ممنوني لتواجدك ويانا وكنا في هذا يعني الحوار الطويل مع الكابتن يحي علوان وناقشنا كل الامور الفنية والادارية التنظيمية للمواجهتين الحاسمتين للفريق العراقي امام تايلاند وبيتنام استوضحنا كثير من الامور نتمنى دائما وهذا واجبنا ومثل ما قلنا هذا غصبا ما علينا انه الكل الان يقف مع المنتخب الوطني مثل ما وقفنا مع المنتخب الاولمبي بعد اخفاق امام اليابان كل الاعلام الان مدعو لان يقف مع كل من الى صلة بعمل المنتخب الوطني لتحقيق الهدف الاول ان شاء الله هو التأهل الى اسيا وبعدها المرحلة الثانية لكل حادث حديث شكر لكابتن يحي علوان شكر لكم اصدقائي لتواجدكم ويانا بحلقة اليوم من اللاعب 12 دائما بهذا الموعد نلتقي الى اللقاء موسيقى